لخوض الانتخابات خدمة للمسيرة السياسية في محافظة كاركوك ومن أجل الدخول لانتخابات المقبلة بقوة تمكن التجمع الجمهوري العراقي من توحيد المكون العربي بقائمة واحدة في المحافظة لخوض الانتخابات الخارطة الانتخابية للمكون العربي في كاركوك يشير إلى أكثر من ست قوائم في الوقت الذي توحدهم بقائمة موحدة هو الأفضل لهم بعد أن كان مناطق ثقلهم عرضة للإرهاب الداعشي الذي جعلهم يتشردون في مخيمات اللجوء وهذا الأمر لم يرق للعقلاء الذين توجهوا إلى القائمة الأرجح كفة والتي تبناها التجمع الجمهوري العراقي في المدينة وصيتي للعرب أنه ينتخبون ضمن قائمة وحدة لا يشتتون أصواتهم مثل ما صارم بالسابق وإن شاء الله ننتخب إلى فئة التحالف العربي وهذا التحالف يضم أعداد وشخصيات كبيرة من أهالي كاركوك المحترمين نعم نريد القوائم تتوحد بقائمة وحدة قائمة التحالف العربي هي القائمة التي انضوى تحت لوائها أبرز الأحزاب والشخصيات المستقلة ليقدموا للشارع خلاصة تجمع بين الكفاءات والعشائر ورجال السياسة والمجتمع وكان للتجمع الجمهوري العراقي دورا كبيرا في ذلك نحن اليوم حقيقة هناك بعثرة في الساحة العربية لكن هناك قوائم كبيرة وهي قائمة التحالف العربي التي عملنا على جمع شخصيات وأحزاب لها ثقل وواقع وطني كبير نأمل أن هذه القائمة تكون لها حضوظ وتكون لها تمثيل كبير للمكون العربي في مجلس النواب وينعكس إلى مجلس المحافظة وهناك أكو عمل عليك أن تختار من دعمك من وقف إلى جانبك من ساندك في هذا الوضع الراهن والوضع الماضي الذي سببه الإرهاب لا تستهين بصوتك ولا تستهين بقوتك لك القدرات وقابليات أن تختار الصحيح ولعل الغالبية متفقة على أن الخطوة التي كانت لبناء هذا التحالف كانت صحيحة وهي الأجدر في الاتباع الحكمة والدراية في اختيار الشخص التي ستمثل المكون العربي في قائمة موحدة يرضى عنها الجميع جاءت نتيجة أعمال وجهود مضنية من قبل التجمع الجمهوري العراقي في هذه المدينة جودة العسافي قناة الرشيد الفضائية